نبقى مع اخبار نادي الزمالك والخبر السعيد ان قدارة الزمالك فعلا صرفت جزء من مستحقات اللعيبة المتأخرة خلال الايام القليلة الماضية حوالي 15 مليون جنيدة جزء من المستحقات المتبقية هو الزمالك جاله فلوس منين من العضوية تجديد العضوية والاشتراكات بالنادي فزمالك جاله فلوس فبدأ يدي للعيبة مستحقتة وده حقها على فكرة اقدر اقول دلوقتي انه الازمة بدأت يعني شوية انفرج في نادي الزمالك مبروك